رئيس تلفدرالية أعلى درجة تشريعية في روسيا اللي هي الغرفة الأعلى أعلى من الدومة وانا اقول لكم هذا الكلام الستي بتقول انه الرئيس السيسي انا نفسي انا منتظر اشوفه قبل ما تنيجي هي بتكلم بتقول نفسي اشوفه هذا الرجل اللي يمثل جندي مخلص لبلاده جندي مقاتل لبلاده بتقول بن قسين النقال ان الرئيس السيسي قال انا جندي اعيش واموت من اجل هذا البلد مش فارق معايا بتنقل هذا الكلام الستي بتقول احنا المجلس الفيدرالي الاعلى سلطة في روسيا منتظرين نسمع الرجل لأول مرة تاني بقولها وبعدها كل شوية اول رئيس اجنبي يصل الى هذا المكان ويلقي كلمة امام الفيدرالية العليا في روسيا والستي بتقول انه ادانا خريطة الطريق احنا بن قسين ده تقال والله نصا احنا بنتعلم منه احنا بنتعلم منه انا هو انا بقول الكلام ده ليه هو انا يعني بقول كلمتين كده مثلا يعني انه انا بجامل يعني ولا بطبل واعمي انا انقل حقائق انا والله انقل ما جرى امام عيني انا كل ما اسمعه ما بقولوش لكن اللي بشوفه بعيني بس هو اقول نصه كمان اللي حصل ان الرئيس رايح الخميس السودان وانا سمعنا السادات السفير السوداني بتكلم بهذا الشكل الشكل احنا كنا فين يا جماعة احنا كنا من 4-5 سنين متجمدة عضويتنا في الاتحاد الافريقي من 4-5 سنين ما كانش فيه واحد بيقول لكم سلام عليكم ما فيش رئيس دولة بيجي يقول سلام عليكم من 4-5 سنين انا بفكر الناس بالايام السودان اللي احنا كنا عايشين فيها احنا كنا قاعدين زي دولة زي اليتامة لحد بيقول سلام عليكم ولا حد معبرنا ولا حد بيبص علينا ليه لانه الدولة كانت خلاص كل المؤسسات الدولية قفلت ابوابها عليك احنا النهاردة رجعنا تاني واده رئيس سوداني بيستقبل رئيس 24 استقبال واده الرئيس تنزاني بيقول الرئيس بيدعيه انه هو يهتبنى مشروع قومي في تنزانيا واده ما جاره في موسكو احنا قلنا لكم ما جاره في موسكو وفي سوتي وغيره نقلنا لكم هذا الكلام اللي احنا عايزين نقوله مش عايزين احنا يعني عايزين نقول ان مصر عادت عايزين نقوله ان الدبلوماسية المصرية فرض نفسها عايزين نقوله ان السياسة المصرية فرض نفسها عايزين نقوله انه احنا بنعيش مرحلة علينا ان نفهم ابعادها فين عشان نكمل الموضوع محتاج متابعة محتاج ان احنا نكمل عليه ونتابع